هذا هو عمل المسيح الكامل فأنت كل ما عليك أنك تسلم حياتك تسلم بالإيمان يعني لازم يكون فيه توبة حقيقية توبة من كل القلب اللي فيها يتغير فكرك بيتغير اتجاهك بتترك كل شيء حتى تستتبع الرب يسوع المسيح خليني أحكي معاكم بصراحة نحن لا نقدم مسيحية رخيصة نعم فيها بركات وفيها فرح وفيها السماء لكن فيها اضطهاد وفيها حمل الصليب وفيها إنكار الذات وأنا بدعوك إذا أنت متردد في هذا الموضوع من الأفضل أن لا تأتي إلى المسيح من أن تأتي وتكون مسيحي اسمي ما فيش اسمه مسيحي اسمي لأنه هكذا أحب الله العالم أجمع كله بغض النظر بدون أي استثناء شو خلفيتك كنت عربي كنت مسيحي مسلم كنت يهودي بوذي كنت أي خلفية كنت ملحد كنت بلادين أجنوستيك أي شيء الرب بحبك وقدم هذا الخلاص من أجلك وهو يعني واقف على باب قلبك وعم بينتظر وبيقرع حتى فعلا أنك أنت تتجاوب مع هذا الصوت يعني خلي في بالك أن الله لا يرغم أي إنسان الله لا يعني يعني لا يسمح حتى بإنه يقلل بتهادن عن أهمية هذا الموضوع الموضوع ليس رخيص كلفت دم المسيح ابن الله الوحيد عندما نقول ابن الله مرة تاني بحب أركز نحن لا نشرك بالله ما في مسيح في العالم بآمن بالشرك فإذا في ناس بتتهمنا شو الغرض من هذا الاتهام مع أننا نقول نحن نؤمن بإله واحد لكننا عندما نتكلم عن هذا الخلاص أن يسوع يتخذ كلمة الله يتخذ جسدا في ملء الزمان والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا مملوءا نعمة وحقا مملوءا نعمة وحقا